دائماً كشف مصدر مقرب من بيت التجمع الوطني الديمقراطي أن تشكيلة أحمد ويحيى قررت رسمياً عدم المشاركة في تجمع القاعة البيضوية المقرر يوم 30 من مارس الجهري أين ينتظر أن تلتئم أكثر من 35 تشكيلة سياسية تحت عباة الأفلان في مبادرة الجدار الوطني التي ضع إليها أمين عام الأفلان عمار سعداني